موسيقى أسهد الله ومساكم بكل خير مشاهدين الكيرو أهلا بكم إلى عددين جديد من برنامج حديث الجزائر البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتي الأقليمية والدولية إذن أربعة وثلاثون ألفا ومائة وثمانون شهيدا وأكثر من سبعة وسبعين ألف ومائة وثلاثة وأربعين جريحا أغلبهم أطفال ونساء حصيلة مائة يوم أو مائتي يوم من الحرب المفتوحة على القطاع غزة دمر فيها الاحتلال الصيوني البناء التحتية والتجهيزات والمؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية وأيضا يلوح بعملية عسكرية في مدينة رفح وعلى مدار دائما مائتي يوم شهد الغالم مظاهرات واحتجاجات تنردد بالحرب المفتوحة على قطاع غزة وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر فيما تزال فصائل المقاومة الفلسطينية تكبد آلة الحرب الصهيونية المدهمة بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة العسكرية خسائر فادحة في الأرواح والغتاد وهو ما يمثل أو يغد فشلا دريغا للكيان الصهيوني على صاهدين العسكري والسياسي على حد سواء يؤكد الكثير من الخبراء في حديث الجزائر الليلة سنقف عند مائتي يوم من الحرب المفتوحة على قطاع غزة وأيضا هل استقالة رئيس شعبة استخبارات الكيان الصهيوني أهرون حليفة يعني دخول الاحتلال مرحلة تساقط القادة ونهاية حكومة بن يمين نيتنياهو وأيضا ما مصير المفاوضات بين الكيان الصهيوني وحركة حمس سنجيب على هذه التساؤلات في برنامج خديثة الجزائر الليلة مشاركونا نقاش الليلة في برنامج حديث الجزائر كل من الدكتور رائد ناجي مخلل سياسي أهلا بكم دكتور مرحبا أهلا وسألن بكم مساءكم عزة وغزة في آن واحد أهلا وإيضا الدكتور أسعد القادري المخلل السياسي أهلا بكم دكتور مرحبا أهلا بكم إن شاء الله وأسعد الله مساءكم وإن شاء الله حديث الجزائر يطول وإن شاء الله النصب لشعبنا الفلسطيني ونصب لأمتنا إذن دكتور رائد ناجي ماذا يعني امتداد الخرب على غزة لمئتي يوم على التوالي؟ طبعا هو بداية يعني بود أن أعرج يعني وأعود بكم إلى التاريخ يعني ودائما في التاريخ نجد الكثير من الأجوب التي تشفي الغليل وربما تجيب على تسؤالات الكثير من من يتابعنا ويشاهدنا فقط أنا أعود بكم إلى مرحلة قريبة جدا سنة 1999 هذه باعتقادي كانت نقطة تحول في المنطقة العربية عندما اجتمعت مجموعة من الدول العربية خمس دول عربية أربع دول من أوروبا طبعا أولوية المتحدة الأمريكية الرائد رسمي على هذا الاحتلال وعندما تم الاتفاق على تصفية حركات المقاومة في المنطقة العربية أيا كانت إيديولوجيات تلك الحركات المقاومة وبعدها ربما يعني مباشرة بعد إمضاء هذا الاتفاق وأمضي في دولة عربية على كل حال بين قوسين فبعدها بشهور فقد دخل شارون إلى المسجد الأقصى وبدأت ما نراه في 2002 جينين وبدأنا 2006 لبنان وبدأنا نتضحرج لكن أيضا من هذا المنعطف انتقلنا إلى منعطف آخر لأنه دائما الاحتلال كان يصير دائما بالعشرية بمعنى آخر كل عشر سنوات بعد 2010 ترسخ مفهوم آخر وخاصة نظر تزامن مع تشريعات يعني تجاوزت الأكثر من 152 تشريع لدى هذا الاحتلال أو مشاريع قوانين من أجل تصفية القضية الفلسطينية وهذه كل هذه القوانين طبعا تهدف إلى محو الوجود وتمس الوجود الفلسطيني حتى الهوياتي وبالتالي كان الاستهداف يعني ليس فقط استهداف للأرض والاستطان فقط لا كان هناك يرافق استهداف حتى للتصفية وكانت القوس كانت أحد وأبرز محطات هذا الاحتلال في التشريع القانونية لكن بعد الحقبة الترامبية بالتحديد يعني ومحقبة ترامب أيضا ظهر مصطلح آخر وهو تسريع مفهوم الإنهاء لوجود القضية الفلسطينية والذي تمح وراء على نقاط أساسية يعني كانت أحد هذه النظريات التي طرحت خاصة في مركز هرتسيليا للدراسات بأنه دائما كان دائما يتم الحديث مع الطرف الفلسطيني أو أن الاحتلال يقوم بعمليات الضغط على الطرف فلسطيني بيجتياحات وغير ذلك في فلسطين لكن هذه المرة جاء أن لا تكون القضاء القضية الفلسطينية من الداخل الفلسطيني لأنه صعب الأمر لأنه على الأقل الجالب الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني بقي متمسكا بثوابته وبأرضه وبالتالي جاءت عملية أكسية تماما هو أن يأتي القضاء القضيف أو إنهاء الوجود الفلسطيني من الخارج وبالتالي جاءت عمليات التطبيع وهذا ما يبرر عمليات التطبيع وصفقة القرن لكن بعد هذا المنحنى وبعد إطرام بالتحديد وبعد عمليات التطبيع وبعد الحديث عن الحلف السني الإسرائيلي بين قوسين طبعا وبعد الحديث عن الدين الإبراهيمي يطول هذا الحديث بدأنا نتحدث عن إنهاء الوجود الفلسطيني وحتى أن الاحتلال تمسك بمزاعم دينية أنه في 2023-2025 هي كأيام سعد أو ميمونة لهذا الاحتلال أن ينهي الوجود الفلسطيني وبالتالي كذف من غاراته بمعنى آخر أنه ذهب الاحتلال إلى صعيد الأمور وبالتالي وضعت خطة لتصفية القضية الفلسطينية بالعنف المرة هذا الاحتلال ضمن بالتواطع الغربي أمريكي وحتى عربي عن السكوت ولهذا أول ما بدأوا به بدأت الضفة الغربية حقيقة ليست غزة كانت مستهدفة الأول كانت هي الضفة الغربية وربما رأينا حوارة والكثير من المخيمات الفلسطينية واشتياحاتها رأينا ما خصل اليوم في القدس من عملية اقتحاب المسوطينين ثم عملية القدس ثم جاءت غزة لكن الموضوع اليوم الذي جاء جاءت موضوع غزة وتالي الطفال الأقصى ربما أحدث نوعا ما لن أقول ارتباك لكن أحدث في تغيير استراتيجية هذا الاحتلال سنعود للاستراتيجية هذه هل فشلت أم لا بعد 200 يوم من الخرب المفتوحة على غزة ومشاهدتنا لأبشع الجرائم جرائم الإبادة دكتور أسعد قادري بعد 200 يوم ما حققه الاحتلال هو دمار واسع في القطاع تحدثنا عن حصيلة ثقيلة جدا من الشهداء والجرحة لعضوان استخدم كل الأسلحة المحظورة حسب العديد من الخبراء والتقارير أيضا تحصل على تأييد سياسي في أروقة منظمة الأمم المتحدة نتحدث عن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن وإمكانات وقدرات لا تتوافق أبدا مع الأداء الميداني كيف تصفون المائتي يوم وماذا بعدها ما المنتظر من الاحتلال أولا حقيقة الحكومة التطرف والإرهاب الصهيوني التي يقودها نتنياهو هذه الحكومة انتخبها مجتمع صهيوني إرهابي وانتخذت من أجل تحقيق روايات طوراتية وتخيلات يعتقدون أنها طبعا هي أفكار صهيونية إرهابية متطرفة طبعا ما حدث في كطاع غزة الحبيب هو إبادة ممنهجة سياسة أرض محركة جرائم حقوق الإنسان يعني وجدنا حتى في نبشي الطراب تحت مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر كل ذلك وجدنا جرائم حرب يعني موثقة مكبلين بالأيدي يعني شهداء أطفال نساء العدو لم يفرق بين الطفل انتقم من الأخضر واليابس انتقم من الإنسان من الأرض من الحيوانات من البناء يعني انتقم من كل شيء طبعا بحجة يوم 7 أكتوبر ولكن نحن لا نرجع فقط إلى عام 99 مثل ما أشار أخونا الدكتور رائد ناجي نحن نرجع إلى 100 عام منذ الانتداب البريطاني على فلسطين والجرائم التي قامت بها عصابات الصهيونية على أرض فلسطين يجب أن لا تنسى لأن هذا العدو لم يلقى الحساب من المجتمع الدولي هذا المجتمع الدولي الظالم يعني 200 يوم من الحرب الممنهجة على شعبنا حتى ليس فقط في القتل والوسائل القتل المتطورة والصواريخ يعني رغم المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب نعم صمود أسطوري يعني صمدت أكثر من دول عربية في حرب نقصة 67 يعني هذه حقيقة حتى الرد الفعل للآن الله يحمي المقاومتنا طبعا والله ينصرنا ولكن حقيقة شعبنا الفلسطيني أثبت أنه الأجدر بهذه الأرض أنه ينتمي هذه الأرض أنه يروي هذه الأرض بدمائه لأنه ينتمي لها وهو منها ونحن كإنسان يعني خلقنا ربنا من التراب والفلسطيني خلق من هذه التراب فلسطيني يعني لأكي نؤكد على فلسطينية هذه الأرض يعني أجدادنا الكنعانيين نحن أصحاب حضارة الاحتلال يحاول أن يرويج أننا همجيين أننا إرهاب ولكن حقيقة هو الهمجية بعينها هو الإرهاب بعينها بعينه ما يحدث من إيجابيات في هذه المائة يوم رغم الضمار رغم الإبادة رغم عدد الشهداء عدد الجرحة وحتى المفقودين يعني يقال المفقودين حوالي 14 ألف تحتروا دوم أيضا فيها الكثيرنا يعني أعرف كثير مع عائلات أصدقاء ليستشهدون لم يستطيعوا إطلاع جثامين الشهداء يعني وللأسف هذه يعني قمة الحقد الإنساني الذي نراه في العدوان على شعبنا يعني حتى الأكل الدواء الغذاء غير موجود الماء غير موجود يعني أدنى أسليب الحياة حتى أصرانا في المعتقلات الصهيونية يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب يعني نقص الأكل نقص النوم نقص الغطاء نقص الدواء تعذيب النفسي والجسد والحرمان كل مقاومات الحياة حرمان كل مقاومات الحياة الإنسانية وما تطلبه كل موثيق الدولية صحيح وللأسف أين هي مؤسسات الدولية أين مؤسسات حقوق الإنسان حتى الأمم المتحدة يعني جوتيرش يحاول أن يكون متوازن وموقفه يعني نقدر نكون أنها جيدة لكن الطغيان الأمريكي الفيتو الأمريكي التواطر الأمريكي والتواطر الغربي هو من يساعد الاحتلال في استمرار يعني نحن من أول يوم من حرب والأدوان على شعبنا ونحن ننتظر كنا نتوقع أن ينفرج في رمضان توقعنا أن ينفرج على شعبنا في العيد لكن الحمد لله المقاومة ستنتصر شعبنا الفلسطيني النفس المقاوم من جنين إلى غزة ومن غزة إلى أريحة إلى القدس كل هذه المشايا الصهيونية وهي المئتا يوم هي من أجل تنفيذ المخططات الصهيونية في القدس وعلينا أن ننتبه أن القدس يتم فيها استيطان ومنهج وخاصة هددت كل جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد الأقصى وتقديم القاربين من أجل تحقيق خرافات تواطية صهيونية وكذلك من إيجابيات أن القضية الفلسطينية عادت إلى الساحة الدولية لا ننسى التأثير خاصة في عمق الأمريكان جامعة كولومبيا بضبط سنعود لذلك لكن في محور آخر حتى لا تتجاوز الطرحة دكتور رائد ناجي الموثل أهل الإتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية قال اليوم الثلاثة ونحن نشاهد صور دمار البناء التحتية وما خلفه ويخلف لحد الآن الاحتلال الصهيوني إثر عمليات القصف المتواصلة قال أن الحرب على غزة عرضت مدن القطاع إلى دمر أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية كيف تغلقون على هذا التصريح طبعا هذا التصريح يعني أن كان في جزء من الحقيقة لكن الحقيقة الثانية أو الموازية تدين هذا الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الأوروبية التي أمدت هذا الكيان بالسلاح لأن تكادث اليوم حسبنا مساحة قطاع غزة يعني 365 كيلومتر مربع وكمية الأسلحة التي ألقيت المتفجرة لقت على غزة هي تتجاوز بكثير جدا حتى أن هناك الخبيل العسكر الأمريكي في أحد النقاشات قال ما أنه ما ترحى على غزة لو جمعناها لفاق القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما وبالتالي نعم هذا دلال على أنه هذا ممكن نتحدث هذا الموضوع من زوايا عدة وشتة الزاوية الأولى أنه فعلا هو نية الاحتلال هو تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من دائما من غزة كتلة ديمغرافية وكانت الشوكة دائما التي تؤلم هذا الاحتلال وهذا ليس موضوع من اليوم مطرح مطرحة في 48 وعند قبل 48 كانت خطأ غزة تحت الحكم المصري يعني الموضوع ليس مطرح من اليوم وطرحت أيضا في بعد الحكم الأسكر والإدارة المدنية على غزة سنة 1983 يعني الموضوع لا نتحدث اليوم إذن الموضوع كان يشكل عبءا على هذا الاحتلال حتى إبام وجود الاحتلال وقبل أن نذهب إلى وجود أو على أقل السلطة الوطنية الفلسطينية والحكم الذاتي بين قوسيني يعني أما نسميه بالحكم الذاتي كان الاحتلال دائما في التفاقيات جينيفا والتفاقيات الدولية كان دائما يعني أنه مصاريف بمعنى تكلف غزة كثيرا جدا وبالتالي شارون لما أراد من الانسحاب الفردي في حينها كان علق كثيرا بأن اليوم ارتحنا من هذه الشوكة من عدة زوايا ولما ارتحنا من الجانب الديمغرافي من الجانب أن يكون الاحتلال أن يتكفل ببعض الخدمات حسب القوانين الدولية وبالتالي العبء المالي أيضا ويتح أيضا وقضية الاستنزاف لهذا الجنود طبعا كانت رؤية شارون طبعا وإن كان اليوم جماعة نتنياه يكذبون بالأحرم لا يكذبون لكن ينفون هل نجحت استراتيجياتهم في قطاع غزة؟ صحيح تحدثنا عن ضمار هائل وضحايا تكلمنا عن حصيلة ثقيلة جدا في قطاع غزة لكن هل الاستراتيجية التي تم الأعلان عنها تحققت من قبل الاحتلال الصيون؟ لا بل أنا سأقول لك شيئا أبعد من ذلك الاحتلال ارتكز على ثمان قوائد استراتيجية في حياتي وجود هذا الكيان شكل ثمن قوائد فقط وقاعدة خارجية تسعة بالنسبة للقوائد الداخلية لو سقطنا في المعركة وهذا الهجوم الشارس والطغيان الغاشم على قطاع غزة وعلى كل مدن الفلسطين إذن سقطت ثمن قوائد استراتيجية لهذا الاحتلال مبدأها أن التكلم على الجانب الأمني سقطت خرافة هذا الجانب الأمني بين قصة الاحتلال كان دائما يتكلم على المستحيل بمعنى آخر زرع في عقليات وفي أذهان المنطقة ككل يعني ليس فقط في الجانب الفلسطيني بأن مقاومات أو مقارعة هذا الاحتلال تشبه من المستحيلات لكن اليوم نفس الاحتلال يقول أنه أصبح من الممكن وبالتالي غرص الثقافة الممكن وبالتالي حتى الجانب الأمني لدى هذا الاحتلال تخلخل بشكل كبير جدا وعلى أدة أصعدة وصعود يعني بداية من الجانب النفسي ثانيا من الجانب العسكري وحتى من الجانب الاستخباراتي وبالتالي هذا الجانب الاستخباراتي فشله فيه فشلا ذريعا جدا وبالتالي اليوم نلمس أنه ليس لقد نلمس لأنه بدأنا نلاحظه على المكشوف مثلا تعاقد مع جوجل مثلا في قليلة نوميس مثلا في آخر اتفاقية التي تم التعاقد عليه في الذكاء الاصطناعي تبرد فشل هذا الاحتلال لما نذهب إلى القاعدة الثانية الجانب الاقتصادي الاحتلال يتجاوز 120 مليار دولار اليوم وبالتالي يعاني حتى اقتصاديا من الجانب أيضا جانب الدبلوماسي بالتحديد اليوم الاحتلال يخسر بشكل كبير جدا على الجانب الدبلوماسي ورأينا حتى دول كثيرة جدا بدأت تخرج بنفس مخالف تماما أمريكا اللاتينية لديك بعض دول إفريقيا ودليل تصويت في مجلس الأمن 12 صوتة 12 صوتة اثنين امتناعي 14 صوتة نحسبها بهذا المنطق وربما يختم لك يعني ربما يعني بالآخر أنا نتكلم عن الحديث كامل يعني أحد السقطات الكبيرة جدا لهذا الاحتلال وهذا الدعائم التي كان يرتكز عليها يضاف إلى الجانب الإعلامي لا نتحدث عليه لكن هو الجانب القانوني وبالتالي اليوم الاحتلال يعني مثلا أذكرك فقط ما كان يقوله بن جريون كان يقول القانون الدولي والهيئات الدولية هي قصصات ورق في جيوبنا نقطعها متى شئنا نمزقها متى شئنا نلعب بها متى شئنا هذا طبعا المقولة التي يعني سبعانا بنى عليها الاحتلال قاعدته القانونية لكن اليوم الاحتلال بذاته هرتسوك مثلا رئيس هذا الكيان في أحد مكالماته مع بايدين يقول أنه إذا ما سقطت ورقة القانون إذا سقطت آخر دعائم آخر دعامة أو استراتيجيات لهذا الاحتلال اليوم تسقط والجانب القانون وبالفعل في المعارك التي خاضها على مستوى مجلس الأمن حتى الأمام جنوب أفريقيا وحتى الجزائر هناك مخاوط من متابعة بن يامين نتنياهو على مسوى المحكمة الجنالية وستضعب هذا الموضوع راح تضعب في النهاية إذا الاحتلال أغلقت كل ما تجاد سيضحي بنتنياهو سأناعود للتضحية بنتنياهو على ضوء استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالكيان السهيوني أهرون حليفة ذكرتم منذ قليل وذكر الدكتور ناجي الفشل الاستخباري للكيان السهيوني والكثير من المحللين في الداخل السهيوني أكدوا أن هذا إنعكاس لحجم الفشل المؤسسات في التخذير والتحذير وأيضا منع الهجوم المفاجئ في السابع من أكتوبر هنا هل فقد فعلا الاحتلال أهم عوامل وجوده ودخلنا مرحلة تساقط القادة وهنا نسطر على هذه المرحلة أربما طبعا الفكر السهيوني والمنظومة السهيونية كلها ضيبة في الصميم كان يقال أنه هذا الجيش الاحتلال السهيوني الذي لا يمكن أن يقهر لا يمكن أن يهزم ضيبت في 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر يعني عملية دلال مغربي التي قامت بها الشهيدة دلال مغربي في عام 79 رفعت العلم وأبعه شيء سعوة هي تصول وتجول في الباص في منطقة تل أبيب وفي يافا وفي كذا طبعا المعادلة السهيونية حقيقة دولة الكائن السهيونية هي تعيش وتقوى بسبب التواطئ بسبب الخضلال العربي بسبب الدعم الغربي وليس فقط الأميكي واللوب الصهيوني العالمي كله يدعم في هذا الاحتلال حتى خسائل الاقتصادية لهذا العدو سيتم تأويضها لكن للأسف شعبنا الفلسطيني محاصر ماليا ومعنويا ومحاصر في جميع الجهات ليست فقط غزة المحاصرة غزة دمرت لكن حتى شعبنا الفلسطيني في القدس وفي الضفة الغربية حتى إخواننا الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48 محاصرين من يكتب كلمة من ينتقد يتم سجنه وتوقيعه على كفالات وتوقيع استقالة رئيس شعبات الاستخبارات العسكرية الصهيوني هو من أول يوم طرف أنه يتحمل مسؤولية لأنه قانوني هو يتحمل مسؤولية وليس بل هو بل كل قيادات الكيان تتحمل من نتنياهو إلى كل قيادات العسكرية لكن نتنياهو يريد أن يقفز دائما إلى الأمام على حساب دماء شعبنا المنظومة الصهيونية ضيبت ليس فقط في الموضوع العسكري حتى في الجانب الفكري حتى في الجانب القانوني الدعاء الصهينا أنهم دولة قانون ودولة ديمقاطية واحترامهم لحقوق الإنسان واحترامهم لكل المبادئ الدولية كلها ضيبت وهم للأسف ضربوا عرض الحائق في القانون الدولي والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة حتى رأينا مندوب الاحتلال الصهيوني في الأمم المتحدة كيف كان يتكلم بوقاحة تجاوزت الحدود الدبلوماسية تجاوزت حدود الاحترام أنهم استدعوا صفراء الدول التي صوتت صحيح ويعني فيه وقاحة لم نرها من قبل ما يحدث للأسف هو بسبب تراجع الوضع العربي العمل العربي المشترك لا يوجد العمل الإسلامي منظمة دول المؤتمر الإسلامي شبه معدمة يعني اجتماعات فقط شكلية حتى للأسف جامعة الدول العربية يعني أين هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك أين هي كل الاتفاقيات أين هي مبادرة السلام العربية التي أقربت في عام 2002 ولددت في كمة الجزائر يعني لم يلتزم أحد تهبوا وهولوا نحو التطبيع وللأسف كان ضوء أخضر للكيان ليزيد في جرائمه نحو إبادة شعبنا لكن إرادة الفلسطينية إن شاء الله ومقاوبتنا لهذا الاحتلال في وجدانه يعني نحن نرى العمليات الفردية سواء في القدس أو في مناطق الضفة هنا وهناك حتى التغول لمستوطيني الاحتلال وعسكراتهم وعطارهم السلاح وضوء أخضر لقيم بجرائم في قرانا في مدن الضفة الغربية من رمالة إلى نابلس كل مدن حتى في أيها هو من هدف الترويع لكن شعبنا الأخطاء التي كانت في النكبة الأولى عام ٨٨ أو النزوح عام ٦٧ هذا بإذن الله لن يتكرر يعني الكل على قناة أنه يموت في أرضه ويندفن في أرضه ولا يذهب إلى لجوء أو هجرة جديدة ما يحدث في غزة برغم الضمار يقول لك أنا أريد أن أرجع في بيتي رغم أن بيته مضمى هذا هو الفلسطيني الحقيقي الذي يصمد رغم الصعاب ونحن رأينا والله الشعب الفلسطيني تبين أنه شعب مبدع خاصة في المصائب يعني وجدنا كيف صار يخبص الخبز برغم الكهبة مش موجودة حتى كيف يوفر الماء كيف يسكن كيف يتحمل ويعيش في الطراب حتى عندما الأمطار نزلت حدث فايضان في الماء وكان نيمين مع الفطريق حتى سياسة التجوير والسياسة محاولة التهجير لكن شعبنا صامت ما يحدث في القدس من تدمير السكنات وبناء مستوطنات وعدم السماح للفلسطيني أن يرمم بيته شباك بيته ممنوع يرممه هذا يدل أن الكيان الصهيوني ماهما زاد في ظلمه هي بداية العد التنازلي لهذا الكيان وأي يوم احتلال ما صيحه للزواج يعني الجزاء تعبضت لاستعمامية أو 32 عام فهو فرنسا والحلف الأطلسي لكن هي راضية الشعب الجزائي تحققت وإحنا شعب الفلسطيني شعبنا الفلسطيني فورتنا الفلسطينية التي انطلقت في 1.1.65 وهي مستمر إلى اليوم رغم المعادلات السياسية هنا هناك لكن إحنا كفلسطينيين برغم أنه الاتفاق يقول على أساس دولة فلسطينية في عام 67 لكن كفلسطينيين لا أظن يوجد أي شيء فلسطيني يوافق إلا تحريف فلسطين كامل فلسطين من النهو إلى البحر وإن شاء الله سننتصر وشعبنا سيحقق طموحاته طيب دكتور رائد ناجي هل الاستقالات لإقادة الاحتلال ستقف عند خليفة أم ستتحرج ككرة الثلش لتصل إلى بن يمين نيتنياهو طبعا الآن نستبعد أن يكون هناك أن نتصل إلى بن يمين نيتنياهو لماذا أستبعد؟ لأنه فقط على قبيل الرد الإيراني بأسبوع فقط كان هناك صبر آراء بداخل هذا الكيان إذ تقريبا 63% من شعب هذا الكيان يؤيد العملية عن نتنياهو يعتبر نتنياهو المخلص وبالتالي هو آخر مؤسسين يعني هكذا أسموه فبالتالي إذن عندما نرى هذا الصبر الآراء لدى المؤسسات وأن هناك إجماع حول نتنياهو إذن هذه نقطة النقطة الثانية أنه النظام طبيعة النظام السياسي هو نظام برلماني لكنه غريب نوعا ما يعني اختلف على النظام البرلمانية في أن الكنيسة تحل نفسها إلى هذه اللحظة لم تستطع الكنيسة تحل نفسها دلالة على لماذا؟ دلالة على أن قوة الدعم في داخل هذا الكنيسة لنتنياهو وبالتالي أن حزاب التحالف مع نتنياهو إذن قوية جدا وهي الحزاب الدينية والصهيونية الدينية والحردية بالتحديد وبالتالي حتى التأثير مثلا جدعون ساعر هي ضعيفة جدا وبالتالي لحد المعارضة في داخل هذا الاحتلال في هذا اليوم هي ضعيفة جدا بالتالي أنها لن تسقط نتنياهونا باعتقادي اليوم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اليوم أيضا هناك في إشكالية كبيرة جدا لدى هذا الحسل في إحدى مركز الدراسات تتحدث أنه من يقود الفترة اللاحقة وبالتالي نعم الواتمتح الأرادة تضغط على نتنياهو عن طريق استقبال يعني بعض المعارضين له في الواتمتحدة الأمريكية لكن هو من باب الضغط على نتنياهو لكن حتى الواتمتحدة الأمريكية لديها قناعة تامة بأنه لن تجد أقوى من نتنياهو من يقود هذه المرحلة في هذه المرحلة فقط وكل ما تريد الواتمتحدة الأمريكية اللي يتجاوز الحدود أو الخطوط أو الأمن القومي الأمريكي هكذا بالضبط المصطلح خاصة في المنطقة الخليج حتى لا تدخل أطراف أخرى على الصراع وبالتالي ينتشر هذا الصراع والواتمتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في سرعات أخرى وخاصة الواتمتحدة الأمريكية تدرك أن الصراع اليوم ليس صراع إقليمي أو صراع فلسطين وإنما قد تتدحرج الكرة فتكبر أكثر فأكثر وبالتالي في أطراف دولية لكن هو اليوم من باب تحميل المسؤولية اللي تخفيف يعني العطفية معنى الاحتلال ماذا يعمل هي أدوان تلعب داخل الكيان الصهيوني بهذه الاستقالات لتنهيط ربما الرأي العام نعم هو من باب تغيير رأي أولا تغيير رأي العام نتنياهو دائما ما يستفيد من أزماته يعني دائما الأزمات التي تتحدث الاحتلال نتنياهو قادر على استفادة من هذه الأزمات هذه النقطة الأولى تغيير رأي العام وبالتالي أيضا تطمين الداخل لأنه اليوم أحد النقاط المهمة جدا بداخل هذا الاحتلال هو قضية الأمن يعني نتنياهو قبل ما حدث في طفان الأقصى وقبل انتفاضات حتى الحركات المقاومة في داخل الضفة الغربية كان يتحدث في أحد لقاته أعتقد مع ممثل اتحاد الأوروبي يعني عندما لا تقال له في هذا المكان لن تسمع إلى رصاصة وانت لا تحتاج إلى شيء يعني أمان مطلق لكن الذي اليوم يتبين أنه هذا الأمان لم يوجد أمان حتى في الداخل وبالتالي هذا من باب التطمين ومن باب حتى التخلص حتى من المعارضين يعني نتنياهو يريد أن يتخلص المعارضين لأن الكثير من معارضين في الحكومة نتنياهو يتهمونه مثلا ببعض القيادات بأنها على الأقل قصرت أو على الأقل أنها مسؤولة عما حدث لهذا الاحتلال وبالتالي يريد نتنياهو أن تضحي بها وعلى الأقل تخلص منها واضحة وإبعدها لتقليل قلة المعارضة لكن أن تذهب بالتدائع وتدحرج أن تستقل حكومة نتنياهو لا أعتقد هذا الكلام لأنه الآن نتحدث عن 200 يوم وبالتالي 200 يوم والإخفاقات كثيرة جدا لكن ما زالت هناك أمل في نتنياهو طبعا لأدة أسباب طبعا هذه مطروحة نتنياهو قد وضع استراتيجيتي منذ البداية وعرضها في أكثر من مجلس حرب وعرضها في أكثر من خطاب في بعض التلميح وأحيانا بالتصريح العلنة على قضية لماذا هو اليوم مستميت على الوصول إلى غزة طبعا بعضها انضمن على الأقل بعض الضمانات الأمريكية والأوروبية وحتى بعض الضمانات العربية وبالتالي هذه الضمانات تتلخص في اليوم إعادة حتل الغزة وبالتالي أولا الوصول إلى نقطة يعني فمثلا أعطيك مثال فقط كيف دغدغ الأحزاب الدينية نتنياهو الأحزاب الدينية ترفع شعارا بأن إسرائيل هذه الكبرى أنه لا يمكن أن تكون في أوج قوتها في 2022 و2025 إلا ذا اكتمل المثلث وماذا يقصد بالمثلث؟ يقصد بالقدس جنوبا نابلس شمالا وجبل أطور في سيناء في مصر ثالثا وبالتالي نتنياهو اليوم يلوح قال إحنا أولا القدس تم تصفيت وضحها مناطق نابلس اليوم الاستطانية كلها يعني ومن يعرف المنطقة يعرف هذا الكلام وبالتالي حتى موضوع سيناء اليوم أصبحت أنه إبعاد غزة لأنه لو نعودوا إلى اتفاقية تقسيم سيناء كيف لو وجدت أن المقاربة التي يدغضغ بها نتنياهو الأحزاب الدينية طيب إذن نتوقف الآن عند فاصل وبهضه من التسليم إلى الإدنانات المتلاخقة كيف تغيرت المواقف الدولية من الحرب على غزة وأيضا الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين الفصائل المقاومة متمسكة بمطالبها ألنا بكم من جديد إلى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر إذن بعدما تيوم وتغيير المواقف الدولية بالتسليم بالحرب على غزة إلى التنديد بجرائمه على قطاع غزة وتواصل المظاهرات الشعبية في العواصم الأوروبية هل يدلل هذا على أن الكيان الصهوني وصل إلى مرحلة من التشردم وتشويه الصورة بطريقة غير مسبوقة لم يعدها الاحتلال الصهوني هل هذا هو واقع الحال؟ دكتور أسعد قادري هل تتفق مع هذا الطرح بعد مئة يوم من الحرب على غزة؟ الواقع الصهوني هو في صراع داخلي كبير لكن المجتمع الصهوني دائما يتوحد عندما يهدد نتنياهو أو حكومة التطرف دائما تحاول أن توجد البعبة الفلسطيني البعبة العربي البعبة الإسلامي النور في خوف فهذا يوحد المجتمع ما حدث مثلا من رد فعل جمهورية إيران بعد قصف صفارة إيران في سوريا لاحظنا أنه بالعكس استفاد فائدة كبيرة سياسيا حكومة الطرح الصهوني حتى كل صبر الآراء كانت لصالحه حتى المعارضة التي تعارضه شكليا هي معه في الرد فبالتالي المجتمع الصهوني حتى استقالة رئيس شعبية الاستخبارات حليفة يعني لماذا استقال بعد مئة يوم؟ هذا السؤال يطالي هو دليل أنه فيه صراع داخلي فيما بينهم في استمارية حتى رئيس المعارضة الصهوني لابيد طالب نتنياهو بالاستقال لعدة مرات حتى المظاهرات لاحظنا أنها خفت يعني الذي استفاد من الوضع هو نتنياهو لكن هناك إيجابيات كثيرة أنه أصبح الكيان الصهوني كل كذباته وكل هراء وحتى موضوع الأنروا اتهم الأنروا أنهم إرهابيين وكذا وكذا ولكن للأسف هذا العالم ظالم بعد مئتين يوم عندما ذهبت اللجنة وحققت لم يقدم أي دليل توقفوا عن الدفوة وحتى يعني الجزائر ساهمت قبل فترة بسيطة 15 مليون دولار نعم في المساهمة ب15 مليون دولار في دعم الأنروا الأنروا هي عنوان قضية الشعب الفلسطيني بشكل مختصر لأنها تعبر عن اللجوء الفلسطيني في عام 28 تعبر عن اللجوء الفلسطيني في داخل فلسطين سواء مخيمات اللجوء في قطاع غزة أو مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان القضية الفلسطينية الآن لم تحل دولة الكائز السورية تحاول أن تحل القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن وتحقيق طموحاتها في دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات طبعا كل هذه الأزمة نحن الآن علينا كعرب لأن الإسرائيل تستهدفنا ليست فقط كفلسطين تستهدف الأمة من المحيط إلى الخليج وما يحدث من محاولات ضرب هنا وهناك للأسف نحن للحد الآن موقف عربي موحد لا يوجد موقف إسلامي موحد لا يوجد التهويد الذي يحدث في القدس لم نرى أي بيان يدين ذلك لكن ما يثلج صدورنا أن هناك تغير في المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية سواء في فرنسا التي أول أسبوع من طفان الأقصى تبرت الفلسطيني إرهاب ومنع العالم الفلسطيني وفي لندن وفي كندا الآن لأن الأزمة انتقلت إلى بلدانهم إلى مؤسسات الحقوقية لديهم إلى المجتمع الغربي نلاحظ الجامعة الأمريكية كولومبيا جامعة نيويورك جامعة بيل يعني أين هي الديمقراطية وراحدة الديمقراطية التي كانت تتغنى فيها أمريكا ودقول أن أين هو الحرم الجامعي يتم اكتحامه وإخراج الإنباري حتى تلك ال133 في جامعة كولومبيا اليوم 48 شخص في جامعة بيل أغلقت الجامعات وأصبح الدراسة عن بعد كل ذلك من محاولات تحطيم الفكر هذا هو خوف من زخم هذه المظاهرة الداخل لأن اللوب الصهيوني الذي يسيطر على الإدارة الأمريكية واللوب الصهيوني الذي يسيطر على الإعلام الغربي العالمي وهو إعلام قوي كان دائما يوحي أن الفلسطيني هو الإرهابي لكن التطور للتكنولوجيا رغم محاولات الكيان الصهيوني شراء الذمم هنا هناك الفيسبوك شركة ميتا واتساب كل وسائل تواصل الاجتماعي خاصة الأمريكية كانت تخدم هذا الكيان سواء في الجوسسة سواء في تسليم الأفراد سواء في التنسيق في اغتيالات هناك إثباتات اغتيالات التي حدثت في الدفة الغربية ساهم فيها جوجل وساهمت فيها كل الشركات هذه وسائل تواصل الاستماعي وكانت تعطي معلومات عن الفلسطيني وعن عائلته وعن كل قائبه كل ذلك رغم ذلك الكيان انفضح انفضح هذا الازدواجية المعايير وانا اقول لك يعني حتى سكوت دولة امريكا قبل اسبوعين في تمرير وقف اطلاق النار عدم وضع الفيتو هو كان نتاج ان امريكا خايفة تنهار الممتحدة لانه حاولت ايضا تأجيل جنسة مجلسة جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية كذلك كانوا يضعون الفيتو فهذا الصراع الفيتو بين التيارين يعني لاحظ هناك عودة قطبية زمن الاتحاد السوريلي عندما اصبحت الكطبيتين امريكا لا تريد التسعيد ولكن في نفس الوقت لا تريد تحتهم اسرائيل امريكا لا تريد ان تضرب شوكة اسرائيل بين الكوسين فبالتالي نحن الان اذا توحدنا كامة وكانت رسالة حقيقية الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع نضاله موقف الجزائر كان رائعا والمجموعة العربية في المتحدة واوصلوا رسالة رغم الفيتو الامريكي لكن طرح الموضوع وتكرار الموضوع هذا يتبر انتصاب دبلوماسي الآن احنا سراعنا مع العدو ليس فقط سراع عسكري سراعنا مع العدو سراع قانوني دبلوماسي وحتى ثقافي لان هناك محاولة لكي الوعي العربي محاولة لكي التضامن مع فلسطين ونلاحظ يعني للأسف في عالمنا العربي هناك نقص في التضامن لكن في العالم الغربي زاد بأضعاف مضاعف وحنا دكتور رائد ناجي هنا بالخصوص هل سيتمكن الاحتلال من جديد إلى إعادة الصورة المزيفة والديمقراطية المزيفة التي كان يتغنى بها ما قبل السابع أكتوبر بعد أيضا مئتي يوم من هذه الخربة المستمرة طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى أجيال يعني لا يحتاج من جيل واحد يعني عادة حتى الاحتلال متحدث عن الهزيمة النفسية والإعلامية يتحدث عن أربعين سنة الأقل يعني جيل كامل حتى يستطيع أن يعيد هذه الصورة النمطية التي بناها في هذا العالم وعشت في قلوب العالم بل أكثر من ذلك أنه مراكز الدرسات في داخل هذا الاحتلال تتخوف من شيء أبعد حتى في داخل تلك الدول الكبرى وفي داخل حتى الدول الأوروبية اليوم تتخوف أن جيل الشباب أصبح متحمسا لفلسطين وهي القضية الفلسطينية وبالتالي اليوم ما يقشى اليوم أنه في الانتخابات القادمة أن تكون عمليات أخرى يعني بمعنى آخر إزاحة كل مكان يناوئ هذا الاحتلال وربما تقديمه للمحاكمة وبالتالي هذا ما يبرر تراجع بعض الدول بل أنه هناك في دراسة أبعد من ذلك تتحدث أنه ممكن على عشر سنوات هذا الجيل الشباب في داخل أوروبا وفي داخل الدول الكبيرة يعني سواء أمريكا أو كندا أو أستراليا حتى تلك الدول يعني من المتوقع أن يصل إلى سدة الحكم وبالتالي سيكون أدوانيا تجاه هذا الاحتلال فبالتالي أنه الاحتلال اليوم نفسه في دراساته الأخيرة المؤيدين في أوليات الأمريكية تقريبا جيل الشباب كله لا يؤيد نتنياهو أكثر من ست ولايات عفوا بايدن لا تؤيد ست ولايات بالمطلق أعلنتها والعدد في مرشح للتزايد حتى تقرير إلى 12 ولاية لن تنتخب بايدن إذن هذا الجيل الجديد الذي ربما سينتج تفكير معين وبالتالي تعاطي مع القضية فلسانية بشكل معين ومتغير ولهذا الاحتلال اليوم يعني هذا ربما أنه حد المكالمات التي طالب فيها بايدن أن يكف عن ذلك قال أخشي أنه يجر الوطن المتحدة الأمريكية وعاد عن ذلك وليس هو تكلم عن نقطتين أن يجر على حرب إقليمية في داخل وربما تتسعد هذه الدائرة ويخشي أن تحدث خللا وشرخا في داخل أوروبا أو في داخل الوطن المتحدة الأمريكية ربما لاحظنا فقط مؤخرا الهجوم على مصنع الأسلحة الذي يورد هذا الاحتلال في بريطانيا يعني كيف أن الناس هجمت على الانضمان 144 حقوقي في بريطانيا في فرنسا بنفس التوالي دول كثيرة جدا التراجع في الموقف الأوروبي بعض الدول تقول سنعترف القضية الفلسطينية بل أن بعض الدول توصلت إلى أن تقوم بتمرير قانون في برلمناتها بعدم بيئة السلاح لهذا الاحتلال تلك هذه طبعا هي منحنيات جديدة ومغيرة وبالتالي اليوم هم الاحتلال ولا يتحدث عن اللحظة الأنية لأن اللحظة الأنية مازالت تدعم هذا الكيان وتأويه إلى جانب الكتلة بعض الدول الأوروبية ودول أخرى ربما وبالتالي إذن القدرة اليوم لازالت متوفرة ومتحققة في هذا الاحتلال أن يكمل في غيه وطغيانه وطغمته بالتالي إذا ويصير في هذا التوجه لكن هو التخوف هو المستقبل لأن الاحتلال عندما يتحدث تتحدث دائما على البعود الاستراتيجي لعشر سنوات والبعود الاستراتيجي هو ما يربك هذا الاحتلال اليوم خوف من النخب السياسي والثقافي التي بدأت تتراجع في بداية الطفان وبداية العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني كانت كثير من النخب الغربي كانت منحازة تماما باتجاه حتى بعض الممثلين مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الكيان لكن اليوم العكس تماما أنه أكثر النخب تراجع وأصبح يرفع العلم من الفلسطين وأصبح يدافع حق الفلسطيني فبالتالي هذا التغير يخشى أنه غدا يقوم بعملية استقطاب يعني لاتجاه القضية الفلسطينية وبالتالي النظر في موضوع مرة أخرى في الحديث ومعرفة التاريخ الفلسطيني وهذا ما حدث أنا حقيقة أنه الكثير أن يبحث عن الصراع الفلسطيني وجذور الصراع الفلسطيني وهذا طبعا هذه القضية كانت ربما في بعض دول أوروبا مجرمة أن تبحث في تاريخ هذا الاحتلال اليوم أصبحت لا كثير من الدول حتى أنه نرى بعض مثلا المغردين في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض صناعة مثلا السوشيال ميديا وغير ذلك عندما يتحدث اليوم عن قضية أن بريطانيا هي السبب نكبة فلسطين فبالتالي هذا تغير كامل في هذا الموقف وبالتالي إذن هما اليوم باعتقادة الاحتلال يعني هو متجاوز القضية العسكرية لأنه الدعم متوفر متجاوز القضية المالية والدعم متوفر لكنه يخشى من الفكر يعني تغير الفكر وبالتالي النظر لهذا الاحتلال وأنه الجيل الشباب والجيل القادم قد يغير لأنه كما قال أحدهم قد منتظر بعد سنوات ثلاث أو أربع سنوات قد نجد هؤلاء الذين يتظاهرون في شوارع نيويورك قد يكونوا في البرلمانات وغيرا في مريطانيا وغيرا وبالتالي هؤلاء سيكونوا طبعا أعداءا لإسرائيل فبالتالي من الناس الذين حضروا نتنياهو أن لا يصير بهذا الاتجاه في داخل حتى هذا الكيان قال له أنه لا تخلق أعداءا مستقبليين العدو المستقبلي هو الحديث عن هؤلاء الناس وأيضا زيادة هذه النقطة الثانية المهمة جدا بالنسبة لمنطقة العربية والإسلامية ربما أنه زيادة الغليان في الداخل في داخل الشعوب العربية والإسلامية أنه إذا ما تسنت الفرصة سيكون يعني بمعنى آخر القضاء على هذا الاحتلال أسل فبالتالي كانت هذه بعض التحذيرات لنتنياهو حتى أنه بعضهم الكاتب يعني نسيت اسمه في جديدة ما عريف يعني هو معروف في تحليله السياسي قال لو كنت مكان نتنياهو لو رحت صفحت فلان وفلان ورحت يعني درت علاقات حتى نطيل إذا أرد أن يطيل عمر هذا الاحتلال وبالتالي هو يرى أن نتنياهو وهو الآن أصبح من نتنياهو الذي كان يتغنب أنه يطيل عمر هذا الاحتلال أنه سيكون نتنياهو قسم لظهر هذا الاحتلال بأهل الحديث عن أنجيل الحالي داخل الكيانة الصهيوني ونظرته للحرب هناك العديد من التقارير تم تسريبها مؤخرا عشية المائتي يوم تتحدث عن طلب لأسفارات الأوروبية طلبات من الشباب لدى أسفارات الأوروبية باللجوء بالضبط باللجوء والعودة إلى أوطانهم الأصليين هذا المعطى كيف سيغير المعادلة نتحدث اليوم عن هجرة عكسية الله المعادلة واضحة من أتى من بولندا وأتى من فرنسا وأتى من بريطانيا وأمريكا بل يرجع إلى بلده لأنه هو لا ينتمي لهذه الأرض حتى ويثبت أن الكيان غير هو لا يدافع هو يحتل هذه الأرض ويحاول أن يفرد غطأ ستواقوته حتى في مسؤول أوروبي قال طلبات تجديد جوازات الصفة لمزدواجي الجنسية تضاعفت خمس مرات عن قبل العدوان على قطاع غزة وعلى الضفة هم يعتقدون أنهم يعني ممكن يخيفوا الشعب الفلسطيني يعتقدون أنه غطرست القوة وقانون القوة صح لديهم القوة لكن نحن لا يدعنا إرادة القوة إرادة الله في هذا الوطن نحن ننتمي إلى حضارة قنعانية إلى مثل يقول الزعيم الراحل ياسع عفاد هذا شعب الجبارين ونحن شعب أكبر من قيادته وهذا الشعب كله قائد في ميدانه في قوته قوته في وجوده هذا الشعب لم يستسلم ولن يكن ولن يستسلم دولة الكائن السوني تعتقد أنه بالتخويف وبالتهجير وبالتدمير يعني لاحظي كل من يكون بعمليات استشهادية أو يكون بعمل ضد الكيان أو ضد المستوطنين يتم هدم منزله ومنزل أهله وكذا رغم ذلك العالميات لم تتوقف هذا الدليل أنه هذا الشعب لديه إرادة لا تنكسر ولن تنكسر يعني عربين في الانتفاضة الأولى استخدم تكسير العظام ولم يستطع تكسير بإرادة الشعب الفلسطيني شارون عندما انتقع اقتحم المسجد الأقصى وكانت انتفاضة الأقصى وكان بإشعالها الزعيمة برحل يسع عفات وشعبنا الفلسطيني كله تبناها لم يستطيعوا كسر الإرادة الفلسطينية ما يحدث من تهويد ومحاولة فرض معادلات داخل القدس شعبنا في القدس يعني الشابين الذين قاموا بعملية في داخل القدس بمحاولة داهس وكذا رغم الأسليب البسيطة يعني المسدس الذي يستخدم كارله هو صنع محلي لكن هذا يثبت أن إعادة المقاومة موجودة في كل نفس فلسطيني وفلسطينية وهذا النفس لن يتوقف مهما طال هذا الاحتلال مقاومة الشعب الفلسطيني ستزيد وستكبر وستنطس إن شاء الله الاحتلال يحاول أن يفض معادلات للأسف يحاول الآن يعني هناك ناس في الاتحاد الأوروبي يقال السبب المناهج الفلسطينية والله ليست هي المناهج الفلسطينية الطفل الفلسطيني هذا يشاهد هذه الحرم الطفل الفلسطيني من بطن أمه والطفل الفلسطيني تولد على وطارث مسؤولية مفاتيح جدها سواء اللاجئين مفاتيح جدها وأوراق الطابو بملكية الأراضي في فلسطين المحتلة عام 48 فما بالك في الضفة الغربية أو في الكدس الفلسطيني يولد وهو يحمل إرث أجداده من أجل تحرير الوطن وتحرير فلسطين والله دائما الإرادة الفلسطينية سواء بالعلم بالقانون بالديبلوماسية بالثقافة بالسلاح شعبنا الفلسطيني سيقاوم هذا الاحتلال وسيقارع نحن لا نحارف فقط دولة إسرائيل برئي الكوسين نحن نحارف هذا العالم الحقير الذي يدعم في هذه الدولة سواء أمريكا سواء الدول التي تدعمها من تحت الطاولة فوق الطاولة سنقاوم حتى الخضلان العربي سنقاوم التطبيع العربي لأن هذا كله كان طعنا في ظهر الشعب الفلسطيني لكن حصنتنا بإرادة شعبنا بوحدتنا الوطنية هذا أهم انتصارنا على هذا الاحتلال يبدأ الآن بالوحدة الوطنية بتوحيد الجهود العربية وإن شاء الله نتمنى التوفيق لشعبنا ولكل أمتنا نصل إلى المحور الأخير في برنامج حديث الجزائر الليلة وهو خروج أبو هبيدة بالتزامن مع الحديث عن فشل المفاوضات وتأكيده على ثلاث نقاط مهمة الانسحاب رفع الحصار وغودة النازحين هل نعني أو هل خروجه يعني طي صفخة المفاوضات دون هذه الثلاث مطالب طبعا أنا أعد أيضا دائما الحديث زوايا عدة للحديث أنا والنظر إليها أول خروج أبو عبيدة بهذا التوقيت هو من الجانب الإعلامي والنفسي أصبح أبو عبيدة هذا يمثل رمزية معينة لدى الشعوب عندما يرون أبا عبيدة وأيضا في داخل هذا القيام أصبحت عندما دائما كانت أنهم يروج الكثير من الأكاذيب فتات المقاومة في دقيقة تقوم بنصف كل ما بنى من أكاذيب يعني مؤخرا الإعلام العبري تحدث كثيرا عن كثير من الأكاذيب حول أصلا اغتيال كثير من القيادات بما في أبا عبيدة لكن اليوم يظهر أبو عبيدة وبالتالي يقوم بعملية القلب وبالتالي هو هذا النوع من التكتيك الإعلامي وهو مهم جدا كما يقال في الحرب خدعة فخذيلوا عننا ولا تخذيلون فبالتالي نعم هو من هذا الباب النقطة الثانية هي إشارة أن المقاومة اليوم مصرة على شروطها لماذا هذا الكلام؟ لأنه سبق وأن أرادت وربما وافقت على الكثير للخوض في مفاوضات عن طريق وسطاء وحتى الوقت مثل الأمريكية مؤخرا يعني تهمت قطر يعني بأنها غير نزهة في وساطتها وحتى تحييد مصر يعني نجد الدور البارد لمصر حتى في قضية المفاوضات وأنه أصبحت مصر فقط ملجأا للعبور أو بين قسانة أنا أسميه الحفاظ على وجه مصر فقط من أجل أن تكون هناك بعض الاجتماعات في مصر لكن الدور الحقيقي تقريبا مغيب نتيجة الإرادة الأمريكية طبعا هناك فيه أشياء كثيرة تنسج فاليوم المقاومة يعني تعيد مرة أخرى لتؤكد ثلاث موضع بأن اليوم المفاوضات لن تكون بالطريقة التي يبتغيها ويرجوها نتنياه وبالتالي ستكون ضمن نقاط وكأنه نقاط قوة يعني ضمن نقاط التساوي في القوة على الأقل في تحقيق الأهداف نقول القوة العسكرية وطيران يقود نقاط الأهداف على أرض الواقع نتحدث يعني حتى المستمعي أو المشاهد يفهم بدقة ما أتحدث بعيدا عن تأويل المصطلحات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أيضا أن أي وساطة أخرى يجب أن تكون للمقاومة رأي فيها وبالتالي هو النفي أبو عبيد أن هذه الوساطة مع النهاية وبالتالي حتى أنه اليوم أنا قرأت بعض الأخبار التي راجت بأن المقاومة أبلغت الوساطة بأنها ترفض هذه الطريقة من الوساطة أو على الأقل هذه الطريقة من الهدنة التي يراها نتنياهو أو يريد أن تحقق انتصار لنتنياهو وهذا مهم جدا يعني أنا باعتقادي في المقاومة وبالعكس هذا هو عقلنة المقاومة أنا باعتقادي لأنه إذا ما منحنا هذا الانتصار لنتانيول إذا أثبتنا مرة أخرى إذا ما الجدوى من قيام كل هذا الأمور والتدمير الكامل في قطاع غزة إذ لو سلمنا وعطينا ورقة رابحة إلى نتانيول فبالتالي وينسف هذا الموضوع وأيضا اليوم يعيد مرة أخرى مرة أخرى هذا هو الجيد يعني هو إعادة ترتيب يعني الوضع وقضية المحاور والتحالفات في داخل يعني سواء في داخل غزة أو في داخل محور مقاومة ككل أو حتى فبلي في أقل من ثلاثين ثانية دكتور أسعد قادري ما رأيك في فشل المفاوضات أولا فشل المفاوضات بسبب التعنط الصهيوني والدعم الأمريكي وكذلك نتنياهو معني كذلك في فشل هذه المفاوضات من أجل استمار هذه الحال لأنه يحقق مصالح شخصية وذاته في الانتقام وفي الوجود كرئيس حكومة الكائن الصهيوني شكرا جزيلا لكم الدكتور أسعد القادري المحلل السياسي وأيضا دكتور ريال ناجي محلل السياسي أيضا شكرا لكم على مشاركتنا عن نقاش الليلة إذا مشاهدنا الكرام ختم هذا العدد من برنامج حديثة الجزيرة لقاكم على ألتخاذ في أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر